تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود رسالة من الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية مبعوث رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهناوي خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم وانقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحياته وتقدير فخامة رئيس الجمهورية التونسية فيما أبدى الملك تحياته وتقديره لفخامته حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العبان وزير الخارجية عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان وسافر تونس لدى المملكة